السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزئية رقم 3 من الفصل الرابع سنتناول اللي أو المخطط العام للبوضى المتاليرجي بروسيس أو لعملية تكنولوجيا المساحيك أو تقنية استخدام المواد على شكل ما صحيح من التعريف السابق اتضح لنا أن المادة يجب أن تكون على شكل مسحوق ناعم بدايةً ثم تخلط ثم تشكل إما على البارد أو على الساخر وإذا شكلت على البارد فلابد أن يتبع عملية تسخين وتسمى سنترينج ثم بعد ذلك نجري لها عملية Secondary Finishing Operations هي عمليات سنوية من أجل إخراج المنتج في شكل نهائي كيف يتم ذلك؟ مبدئياً لابد من الحصول على المادة على شكل مسحوق النعم ويتم ذلك بعدة طرق كما سنتناولها بالدراسة والتحليل Chemical Reduction of Particulate Component أي تتم عملية اختزال كيميائي لمركبات المواد المراض الحصول عليها على شكل مسحوق والاختزال معناه نزع الأكسجين من هذه المادة فما يتبقى من المادة لتبقى المادة على شكل مسحوق النعم طريقة ثانية Electrolytic Deposition أي الترصيب باستخدام التحليل الكهربي بالتحليل الكهربي للمادة المحتوية على المادة المراد تحولها إلى بودر نتيجة لهذا التحليل الكيميائي تترسف في قاع الإناء المادة على شكل مسحوق النعم الطريقة الثالثة وهي Syrmal Decomposition of Particulate Hydrites نرى أنه بتسخين هيدروكسيدات المواد المراض الحصول عليها على شكل مسحوق النعم يتبخر منها الهيدروكسيد ويتبقى المادة على شكل مسحوق النعم ثم الاتوميزيشن وسنرى هذه الطريقة وسنشرحها بالتفصيل ثم طريقة البولفرافزيشن أو جرايدينج أو الطحن وهي الطريقة الأكثر شيوعاً في الحصول على المادة على شكل مسحوق النعم ثم بعد ذلك تأتي طريقة التخليط أن أنا أخلط هذه الحبيبات مع بعضها حتى تتجانس الصيز أو الأحجام المختلفة للحبيبات أو تتجانس إذا كانت مثلاً هناك أكثر من مادة مع بعضها تتجانس مع بعضها ويكون بإضافة لوبريكانت مواد مزلقة حتى تحسن من عملية انتشار هذه المادة عندما توضع داخل القوالب التشكيل أما عملية التشكيل على البارد فيمكن أن تتم واسطة البريسينج أو الرولينج أو الإكستروجين أو الإنجيكشن أو الأيزوستاتيك بريسينج ولا بد من أن يتبعها عملية السنتريج وهي عملية تسخين من أجل أن تتماسك الأصحح الخارجية الخاصة بحبيبات المساحي أو أن تتم عملية هوت كومباكشن وهي عملية تشكيل على الساخن مرة واحدة عن طريق الإيزوستاتيك بريسينج كما سنراها بالتراسة والتحليل في حينها أما للخطوة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة من هذه العملية وقد تكون المنتج يحتاج إلى عملية ماشينينج عملية خراطة مثلاً أو عملية تأب أو ما شابه أو قد يكون المنتج يحتاج إلى هيت تريتمنت معالجة حرارية أو يحتاج إلى بليتنج عملية طلاء أو يحتاج إلى كوتنج عملية تغطية للسطح من أجل زيادة الخواص السطحية وستنناول كل هذه العمليات بالتراسة والتحليل في حينها